اشتركوا في القناة دعم ومساندة جلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جميع الأنشطة والفعاليات المتخصصة في الشأن البيئي مشيدا بجهود سعادة وزير التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية في مملكة البحرين وبما تقوم به الوزراء من استمرار عملية التعليم عن بعد بالإضافة إلى ربط مناهج التعليم بقضايا العالم ومن بينها البيئة التي تعتبر من القضايا ذات الاهتمام الدولية وأشار معاليه إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات النفطية التابعة لها في مواضيع البيئة في مختلف المواقع الإدارية وتشغيلية مشيدا بجائزة بابكو للمدرسة الخضراء لما لها من أهمية في تشجيع وتطوير قدرات ومعارف الطلاب وتوجيهها نحو كل ما يخدم قضايا البيئة من جانبه أكد سعادة وزير التربية والتعليم أنه في ضوء الدعم المستمر من لدن جلالة الملك المفدأ وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تسعى الوزراء إلى تقديم أفضل الخدمات التعليمية والأنشطة التربوية سواء تلك التي تنظمها الوزراء أو المدارس أو تلك التي تنفذ بالتعاون مع الشركاء حيث تعتبر مسابقة المدرسة الخضراء من أفضل المسابقات التي تنفذ بالتعاون بين شركة بابكو والوزارة وعبر الوزير عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها القائمون على هذه الجائزة بهذه شركة الوطنية الكبيرة والمتألقة والشكر موصول إلى معالي وزير النفط رئيس مجلس إدارة الشركة وإلى الرئيس التنفيذي للشركة على هذا الدعم المستمر للشراكة مع الوزارة والمجلس الأعلى للبيئة معربا عن شكره إلى الأبناء الطلباء وأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية بالمدارس المشاركة في هذه المسابقة بكل جدية وحماس مشروعنا بعنوان إعادة تدوير الإطارات المستعملة والتالفة في الإسفلت وذلك بهدف تحويلها من مادة ضارة إلى مادة نافعة تجدي نفعا في البيئة مشروعنا للمدرسة الفصول الدراسية الخضراء المشروع يتكوى من جزئين الجزء الأول هو انتاج الطاقة بديلة من نفايات الإلكترونية والجزء الثاني هو عبارة عن مستشعرات لجودة الهواء داخل الفصول الدراسية خضراء الهدف المشروع انتاج طاقة كهربائية بديلة وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية أتوجه بالشكر الجزيل إلى شركة نفط البحرين بابكو على هذه المبادرة السنوية القضية البيئية تناقش أحد الحلول المقترحة لحل مشكلة نضوب مصادر الطاقة الغير متجددة وارتفاع تكلفة مصادر الطاقة المتجددة قمنا باختبار النبات كون أحد مصادر الطاقة المتجددة الخضراء الصديقة للبيئة فتصميم هذا المشروع يتبع منهجية ستيم وتكمن أهمية هذا المشروع كون خطوة للأمام الحمد لله رب العالمين كانت مسابقة جدا رائعة وأشكر جميع الجهات المنظمة لبثل هذه المسابقات التي تبث روح الإبداع والتميز وتساهم في رفعة وتطور مملكتنا الغالية بما يتناسب مع أهداف رؤية مملكة البحرين 20-30 والتي تنص على مرتكزات وأهمها التنافسية والعدالة والاستدامة ترجمة نانسي قنقر